ميد راديو ميد راديو ميد راديو الفرماج الادهن المستمع الذكي امصي انتمنى لكم انتجربوا انتمنى لكم انتجربوا اننا مع الوقت هذه المدرسة فبنسبة الفطور كنستهلكوا الفرماج فممكن ان نصيبوا فرماج الادهن سوف ناخد سوف ناخد مفتر الحليد سوف نضيفه ربعات المعالق و شوية الملحة سوف نضيفه ربعات المعالق و شوية الملحة و سوف نضيفه و نستمره على التحرير حتى يعقد لنا هذا الخالد نقص عليه العافية و نجعله واحد نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه هذا فرماج للتهن سنأخذه مصطر الحليب في كسرنا سنأخذ فيه ربعات المعاء القبار المشا وشوية الملحة ونضعه فوق العافية مهيلة ونحن نحركه ونستمره على التحرير حتى يبدأ قادلنا هذا الخريط نقصه عليه العافية ونجعله استبيل بقايق وهو فوق العافية ونحن نخلطه بسباتيول أو معلقة الخشب حتى يزيد عقاد لنا ونطيب لنا هذا الشم جيد ثم نضع معلقة كبيرة نخلطه معلقة كبيرة الزبدة على الخريط حتى يدوب لنا الزبدة ونخلطه ونضع خمسة الفرماجات من 30 أو 40 ونضع ما معلقة الخل أو ما معلقة العصر الحامض نخلطه كله جيدا نحن نضعه من العافية نضعه حتى يدفلنا واحد شوية وناخده كاس الخلاط الكهربائي ومن اللي يدفلنا هذا الخالي قدرنا فوق العافية فنتحنه في الكاس الخلاط الكهربائي ومن اللي سيضعه نضعه معه واحد ياغورت مستوس طبيعي بلسكا ونضعه هذا الياغورت لذلك يكون تريني لكي نضعه لكم هذا الفرماج فهو تحنه خفيفة حتى يتخلطه وناخده ونضعه في قريعات اللي عنده اللي فيت مثلا واخد نعافو ذلك البواطات ذلك الفرماج للتهم نضعهم فاللي عنده هذوك الأنواع ذلك الفرماج للتهم ذوك البواطات يضع فيهم هذا الفرماج بعد ما صيبه ويخليه هرا كي يزيد يتقال وندخله التلاجة وفي الغدل من الأحسن لا تأكله اليوم حتى الغدل هرا كيجي ممتاز ولا ممكن ديره في بواطات مربعين ديالشجاج أو لقريعات ديالشجاج فاكيجي اسم نعافو ذلك الفرماج